بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رصول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الطلبة درسنا في الشريحة السابقة كيفية تشكيل كثيرة حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون من أجل الفروق الأمامية سندرس الآن في هذه الشريحة كيفية تشكيل كثيرة حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون للفروق الخلفية يمكن أيضا إيجاد كثيرة حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون من أجل الفروق الخلفية من أجل ذلك لنختار العقد XLN XLN-H وهكذا XLN-H حيث ال-H أكبر منها الصفر يعني في الدالة الترجمية أننا نأخذ العقد منها الأخير إلى الأول XLN-H1 إلى آخرية عند إذن تكون كثيرة حدود الاستفاءة الداخلي لنيوتون من أجل الفروق الخلفية من الشكل التالي لنأخذ كثيرة حدود بالشكل التالي PX هي A0-A1-XL زاد A2-XN-XN-XN-XN-N-A1 زاد A3-XN-XN-XN-N-XN-N-N-N-N-XN-I-XN-XN-N-N-S-XN-N-N-N-E وهكذا إلى أن أصل إلى هذه مما أن المسألة هي مسألة استفاء داخلي فنعلم أن المسألة العامة للإستفاء الداخلي تتلخص بإيجاد كثيرة حدود تتطابق في العقد مع الدالة التجربية أن هذا التطابق يعطيني شروط ومن خلال هذه الشروط يمكن أن نعين قيم السوابة A0, A1, A2, A, N فعلى سبيل المثال لو عوضناهم بدل كل X بXN فنرى أن جميع الأقوى الحدود من ابتداء من الحد الثاني إلى تحوي على القوس X-XN وبالتالي إذا عوضنا كل X بXN أي إذا عوضنا بXN من جهة الأولى حسب الشرط هذه أنه يساوي FXN هذا من جهة الأولى، من جهة ثانية لو عوضنا إذا هذا A0 يبقى على حاله هذا XN نائس XN سيكون صفر، هذا XN نائس XN يكون صفر كل الحدود ستكون أصوأ إذا ما هي الأقوى وبالتالي قد حسبت A0 أيضا لحساب A1 لنعوض بالشرط الثاني ما هو الشرط الثاني؟ إنه BXN نائس واحد من جهة أولى هو FXN نائس واحد حسب علاقة المسألة العامة للإستفاهة الداخلي هذا من جهة ثانية لو عوضناهم كل XN بXN نائس واحد لو وجدنا أن القوس الحد الأول والثاني لا يحويان على القوس X نائس XN نائس واحد لكن بقية الحدود كلها تحوي على القوس فإذا بدلنا كل X بXN نائس واحد سيكون هنا هذا القوس صفر وبالتالي ضرب هذا سيكون صفر هنا موجود إذا سيكون صفر وهكذا كل الأقوى سيكون صفر لأي صفر معلومة لا لي هي FXN إذن هي FXN زائد A1 بXN نائس واحد نائس XN الآن إذا نقلنا هذا المقدار إلى الطرف الثاني وإذا نقلنا هذه إلى الطرف إذا إذا بدلنا بالأطرف نقلنا هذه إلى هنا وهذه إلى هنا ستتغير الإشارة إذن سنحصل في طرف على FXN نائس FXN نائس واحد إذن سنحصل في طرف على هذه وفي طرف آخر هذه إذن نقلناها للطرف الثاني ستكون سالب A1 بXN نائس واحد نائس XN حتى نخلص من السالب ندخله إلى داخل القوس فنحصل على A1 بXN نائس XN نائس واحد إذن ومن هنا نقص فنحصل على A1 كما سنرى في هذه العلاقة إذن لو وجدنا هذا اللي شرحنا لا وجدنا هذه A1 سيكون هو حاصل قسمي لكن من جهة أولى إن XN نائس XN نائس واحد هذه الفرق بين أي عقدتين متتاليات هو الـ H من جهة الثانية الفرق بين أي قيمتين متتالياتين ما هو إلا الفروق الخلفية في النقطة FXN إذن هذه من جهة فنحصل على A1 بين FXN وهكذا بالنسبة لي إذا عوضنا بXN نائس واحد نائس 2 كل XBXN نائس 2 فإنني أحصل على قيمة A2 وهكذا فنحصل على قيمة AN تأخذه هذه العلاقة وبالتالي الآن إذا عوضنا هذه القيم بكسيرات الحدود إذن PX إذا عوضنا A0 والA1 والA2 والAN بقيمهم فنحصل على هذه العلاقة الآن لنعطي كما فعلنا سابقا لندخل رمز جديد لنرمز بX بالشكل التالي لو فرضنا أن X يساوي XN نائس SPH عند إذا من هنا لو نقلنا XN للطرف الثاني فإنني سأحصل على X نائس XN يساوي سالب SPH هذا القوس الأول القوس الثاني الآن إذا بدي X نائس XN نائس واحد كيف أحسبه؟ نضيف ونطرحل XN نضيف ونطرحل XN فإنني سأرى أن X نائس XN زائد XN نائس XN نائس واحد هذا ما هو إلا سالب SPH هذا الفرق بين أي عقتين متتاليتين ما هي إلا S يمكن إخراج ال S عامل مشترك فنحصل مع السالب S عامل مشترك فنحصل على سالب S بره ببقى داخل قوس S نائس واحد هكذا بالنسبة لبقية الأقواس فنحصل على إذا بالنسبة لبقية الأقواس فنحصل على آخر قوس اللي هو X نائس X1 يكتب على الشكل أنه سالب S نائس N زائد واحد مضروبة بالH الآن حسبنا هذه الأقواس لنأخذ هذه الأقواس ونعوضها في كثيرة الحدود الأخيرة فنحصل على أن PXX أنها هي SXN نائس SPH فنحصل على FXN نائس S1 توافيق بالفرق الخلفي للFXN S2 للفرق الخلفي من المرتبة الثاني للFXN نائس S3 للفرق الخلفي من المرتبة الثالثة وهكذا وهذا ما هو إلا كثير حدود الاستفاء الداخلي لك ليكون لدينا الدالة التجربية ويسوي للFX المعطاوف قد جدول التالي XFX هذه هي X وهذه هي FX يريد أن توجد F عند 0.73 لو جينا 0.73 تقع هنا بين هاتين العقدتين إذا مستخدما كثير حدود الاستفاءة الداخلي لنيوتون للفروق الخلفية لنشكل أولا جدول الفروق الخلفية هذا هو الجدول التالي هو نفس جدول الفروق الأمامية بالفروق الأمامية كنا نطرح هذا من هات فنحصى على هات بالفروق الخلفية نبدأ بنفس العملية تماما نطرح هذا من هات هذا من هات هذا من هات هي نفسة إذا طرحنا هذه من هات هذه من هات نحصى عليها ولكن الرمز هو نفسه إذن جدول الفروق الأمامية هو نفسه جدول الفروق الخلفية ولكن الرموز فقط هي التي تختلف إذن إذا شكلنا جدول الفروق الخلفية هذا نائس هات نحصى عليها هذا نائس هات هذا ناقص 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 هذا نا الـ X معروفة والـ XN معروفة والـ X معروفة الـ X يحصل طرح أي عقتين متتاليات إذن منه نحصل علاقة فيها مجهول 1 والـ S يمكن حساب الـ S بكل بساطة إذن فإن الـ X الذي يريده هي 0.73 الـ X الـ N هي 1 والـ X هي 0.2 والـ S إذن معادلة فيها مجهول 1 والـ S يمكن حسابه بكل بساطة ومنه فإن الـ S هي عبارة عن 1.35 الآن نعوض بـ X هي هذه العلاقة هذه هي كثيرة الحدود الآن الـ S معلومة والفروق الخلفية كلها معلومة فأستطيع أن أعوض وأحصل على القيمة طبعاً الـ X التي أحتاجها أعوض فيها فنحصل على هذه القيمة وبالتالي نحصل على القيمة التي يريدها بالاعتماد على كثير حدود الاستفاء داخلي لنيوتون للفروق الخلفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته